في اخر بيان لها اتهمت قيادة تحالف دعم شرعية في اليمن اتهمت ميليشيا الحوثي بمحاولة استهداف مكة المكرمة في مسعى يائس منها لافساد موسم الحج وذلك بعد ان تمكنت قوات الدفاع الجوي التابعة للتحالف من اعتراض صاروخ باليستي اطلقته الميليشيات الحوثية باتجاه مكة المكرمة الصاروخ تم اعتراضه وفقا لبيان التحالف فوق منطقة الواصلية بمحافظة الطائف بتسعة وستين كيلو متر عن مكة المكرمة وذلك دون وقوع اي اضرار قيادة التحالف جددت في بيانها الدعوة الى فرض رقابة على ميناء الحديدة موضحة ان استمرار تهريب الصواريخ الى الاراضي اليمنية يرجع لغياب الرقابة الدولية على الميناء والى سوء استخدام التصاريح التي يمنحها التحالف للشحنات الاغتية والوضايع في وقت يعجز المجتمع الدولي عن اتخاذ قرار لمنع تلك الانتهاكات التي تطيل امد الحرب وتعرض حياة المدنيين للخطر ومع كل تقدم للجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة من الجبهة يعمد الانقلابيون الحوثيون وانصارهم من ميليشيات المخلوع صالح الى محاولة استهداف الاراضي السعودية وتحديدا مكة المكرمة بالصواريخ الباليستية بعيدة المدى فيما يبدو مؤشرا على حالة اليأس والاحباط التي اصبتهم عادل اليافعي العربية